سامحيني يا بدرية وحقك علي أنت وسلمة الفنانة شريهان بتعتذر لبدرية طلبة والسبب بنتها سلمة مش هتصدق شريهان عملت كده ليه وإيه اللي حصل معاها اتفاجئ الجمهور الساعات اللي فاتت برسالة من الفنانة شريهان لبدرية طلبة بتعتذر لها فيها إنها ما قدرتش تحضر فرح بنتها سلمة واعتذرت شريهان لبدرية في بوست نشرته على حسابها بإنستجرام وقالت فيه أهلاً 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 بحبيبتي الجميلة المحترمة والغالية في قلبي جداً والله وأقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني لكني خجولة وبيبقى صعبة علي جداً حضور أي احتفال الفترة دي لكنه لو تسمحيلي إني آجي البنتي سلمة حبيبتي ملاكي الجميل واللي مش هنسى لقائها ولقائك أبداً اسمحيلي إني آجي أباركلك لها في أي وقت وقتكم يسمح بي وهكون أكتر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة سمحيني واكتبيلي العنوان أرجوكي وحدديه للوقت المناسب لأتشرف لكم بالمبركة ألف مبروك حبيبتي بدرية وأعرف إن قلبي بيحبك جداً فأنا قبلت قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك سمحيني يا بدرية طبعاً من وقت ما نشرت الفنانة شريهان الرسالة دي واتفاعل معاها جمهور السوشي الميديا كله وشافوا إنها لفتة جميلة منها تجاه بدرية اللي وجبت مع كل نجوم الوسط ومشهورة بجدعنتها ويمكن ده السبب اللي خلى معظم النجوم في الوسط يحضروا فرح بنتها وكانوا عايزين يرد الواجب مع بدرية وبنتها طبعاً بدرية طلبة فرحت جداً برسالة شريهان ليها وردت عليها وقالت مش لق يا رد غير إني أعاية من الفرحة لمجرد ردك الجميل وده مش جديد عليك يا ملكة القلوب ربنا يجبر بخطرك على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية والحقيقة إن مش شريهان بس اللي تأسفت لبدرية طلبة إنها ما حضرتش فرح بنتها تامر حسني هو كمان سبق الفنانة شريهان ونشر فيديو على حسابه اعتذر فيه عن عدم حضوره فرح سلمة بنت بدرية طلبة وقال تامر حسني في الفيديو اللي نشره مليون مبروك يا أجمل سلمة في الدنيا برك العريسك الجميل ومليون مبروك يا بدرية كان نفسي أبقى معاكو بس أنا مسافر والله على الطريقة هو بدورها ردت بدرية عليه وقالت عقبال أولادك ومن غير ما تقول أنا عارفة مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك يا جدع والحقيقة إن بدرية طلبة من مبارح وهي تصدر التريند السوشيال ميديا وده من وقت احتفالها بفرح بنتها سلمة أخر العنقود وعملت الفرح في قاعة داخل فندق من أكبر الفنادق في القاهرة وحضر الفرح عدد كبير من النجوم اللي أشعلوا أجواء الاحتفالات في منهم اللي غنى للعروسة زي عبد الباصد حمودة وحمادة هلال وأيتن عامر وغيرهم كتير وظهرت بدرية طلبة أم العروسة طول الحفل وكانت حريصة إنها توجه رسالة لبنتها اللي خلاص ودعت حياة العزبية ودخلت عشة زوجية وفجأت بدرية المعزيم وقالت إنها خلاص خلصت مهمتها في الحياة وكمان هي ما عندهاش أي بنات تغضب ولا تسيب بيت جوزها وخصوصا إن الفنانة بدرية طلبة بتعامل إجوازات بناتها زي بناتها بالضبط حتى هي قالت إنها مش بتختار لبنتها أي عريس بالعكس هي بتصبر جدا لحد ما يتقدم لبنتها الشخص المناسب